السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة جاي لكم من اسكندرية. آآ سفرية كده جيت فجأة ما كناش عاملين حسابنا والله. سفرنا اسكندرية عشان خاطر المصيف. آآ في الاول كده شايفين المنظر الحلو دي. آآ بعد ما السفرية جيت فجأة تمشينا شوية على البحر. آآ وقلنا يعني اه نغير جو كده فاخدنا يعني حواليا نقعد حوالي اسبوع بس مش هنقتل. فاول ما وصلنا رحنا على البحر طوالت. مشينا شوية. وآآ اتفردنا على منظر البحر وعلى منظر اسكندرية كلها ناس ممتازة فوق الوصف الاخلاق. وبعد ما خلصنا تمشيها كده لسه في اول يوم يعني فلسه ما رحناش اي مكان. رجعنا على البيت بتاعنا. آآ ده بيت ناس جريبنا كده جاعدين فيه. البيت كامل من كله. بعد ما خلصنا تمشيها طبعا جوعنا فرجعنا للبيت وفاكلنا نعمل ايه? وصف كده على السريع. فاتبرعت انا ودخلت المطبخ. كالعادة يعني ما نقدرش نقعد يومين من غير ما ندخل المطبخ. فقلت هنا ملوهم وصفة كده سريعة كله في حلة واحدة. هنا ملوهم كبسة بس الكبسة طبعا في اسكندرية طعمها غير. فجبت حلة على النار كده طبعا الموعين اللي موجودة هنستعملها. وطول التوابلة اللي موجودة برضو هنستعملها. طبعا مش مش في مطبخي ومش ادواتي ومش كمان توابلة لنا محضراها. بس آآ كبسة كده عشان هنعمل طبعا عددنا كبير. فهنعمل آآ اكلة كبيرة يعني كبسة على ملوكة كبيرة. جبت اكبر حلة موجودة هناك. نزلت فيها ببصلتين كبار ومعلكتين سمنة آآ كبار برضو. ومعلكتين زيت. ونزلت ببصلتين كبار كده متقطعين مقعبات. دبلتهم كده او شوحتهم كده تشويحة بسيطة. ونزلت بالفراغ بتاعت. احنا طبعا كنا جابين وراك لان احنا معنا اطفال كلها بتحب الوراك محدش فيهم بيحب الصدور. فجبناها كلها وراك وخلاص. وراء احنا نفسنا. لسه بلادية جد فجأة زي ما قلت لكم فما كنتش محضرة نفسي لأي حاجة. آآ ولا اخدت حاجة معايا يعني لبسينا بس ومشينا على طول. جبنا آآ الوراك ونزلت بها في البصل ودبلتات بلا حلوة معلاش بس الصوت عشان خاطر عندي برد. ونزلت عليها بقى بالتوابل اللي انا جبتها برضو من تحت لان ما لاجتش مش عارفة المكان اللي انا فيه لسه مش عارفة يعني السوبر ماركت اللي فيه ولا عارفة الاماكن اللي عطار فيه اين وكده. فجبنا التوابل اللي موجود. جبنا توابل كبسة جاهزة. نزلت بتلات اربع وراجات من اللورا كده ونزلت معلاجة كبيرة من البهارات اللي انا جبتها بهارات كبسة. فيها لومي آآ اللي هو الاسمر دي بس مطحون. وفاها كل التوابل مطحونة بس بصراحة ما ديتنيش نكهة ولا الطعم زي التوابل اللي عندي آآ اللي انا بنشتريها جاهزة. التوابل الصحيحة اللي انا عارفاها. والان انا شريها وعارفة طعمها وعارفة نكيتها كمان. ونزلت بمعلاجة آآ كركم عليها. لان التوابل اللي انا جبتها مكانش على كركم. وكمان نزلت عليها بمعلاجة صغيرة ملحة. وعلى ضربت كم حب الطماطم كده انا حوالي كده لربعة طماطم كده انا ضربتهم في الخلاط. وصفتهم بالمصف. انا منحب بنحط عليها طماطم وسلصة بتديها لون حلو وبتديها طعم حلو. ادي الملحة انا كان معي حوالي ستة وراك آآ كبار حجم كبير مش حجم صغير. فالحلة يدوبك يعني اخدتهم بالعافية بس دي اكبر حلة كانت موجودة والله بصراحة. فاتعملت معها آآ يعني تعملت معها برضو نفع التواعدة يعني. آآ حاسيت ان اللوم المطحون ده رحته مش قوية زي اللوم المجفف. فنزلت عليه بلمونة عادية. قدت اعطاه شريح كده ونزلت عليه. قدتني عادلة الطعم شوية آآ بس مش زي اللوم المجفف اللي عندي في البيت. نسيت حتى نجيبته قبلي معي. بس انا بصراحة مفروض ما نطبخش ولا حاجة يعني نجينا نتفسح. مفروض ما نطبخش ولا نعمل اكل بس يعني انا قلت ان اعمل لهم اكلة برضو حلو. واشترينا شوية خضار معانا كده هنجطحهم طبق صنطة كبير في راح الاكل. كل الاكل كله كله عملنا في حلة واحدة وريحنا نفسنا. عشان خاطر ننزل كمان اه نتفسح واللف كده على البحر ونروح بجر الاماكن اللي احنا مروح نعيش قبل كده. فقلنا ايه اه اكلة في السريح كده نعملها ونأكل وننزل على طول. لان كان معنا اطفال والاطفال بتجوع بسرعة. فعملنا لهم اكلة كده ياكلوها وينزلوا على طول. مش كل الاسبوع طبعا هنطبخ في البيت. آآ برضو هننزل ناكل برة وحنتمشى ونأكل سندواتشات آآ من برة. او اكل في مطاعم برة. بس يعني انا من اقدرش نجوع يومين تلاتة كده من غير طبيق. انا عندي مرض اسمه المطبخ. لو مرض اسم الطبيق مش عارف انتخلص منه خالص. لو جعدت في المطبخ طول النهار او طول اليوم. ما بنزهجش. يعني يعني ممكن نملة للخامة وراي كده او المطبخ وراي وصفات كده من وراي. ما بنملش كده ولا بنزهج ولا مسلا بنقول ان جعدت فترة طويلة في المطبخ لا. ممكن يقعد باليومين والتيعدت في المطبخ ما بنزهجش عادي. فهم بصراحة كانوا يقعدين برة بيتكلموا مع بعض ويتحكوا وهزروا وانا في المطبخ برضو بنطبخ وبنغسل معين. اكدني مش رايحة والله. بس ما ده ما يمنعش برضو ان احنا لفنا ويعني وتفسحنا برضو. آآ نزلت على بكوباية مياه طبعا مغلية عشان خاطر ان عزل الفراخ بتاعتي تكون مستويه على الاخر. مش مش هنسويها المرة دي في الرز. انا هنا كده تستوت على الاخر شايفين حتى الدبوسة اللحم بتاعها او العظم بتاعها بان واللحم بتاعها طالع منه. يبقى قراس فيها كده استوت معي. هنطلعها في صانية بجأة لوحدها كده ونحطها هنحط لها لسه شوية حاجات اضافات كده وندخلها تحت الشوايا تاخد لون او تتحمر احنا محمرناش في الاول. هننزلنا عليها بالبصل على طول. آآ فما ادتنش لون. ممكن في ناس بتستكفي باللون ده لون الكركم ولون التواب اللي عليها والتماطم. بس انا منحب ان دخلها تحت الشوايا برضا. السلسة اللي فضلة دي هنزودها مية. وهننزل فيها بالرز البسمات اللي معي. كله في حلة واحدة واكلة سريعة لو رحته المصيف ومستعجلين على الاكلات دي اسهل اكلات هي والمبكبكة. وكمان وصفة انا ميلها بكرة كمان ان شاء الله معكم. آآ طاجن برضو مكررنا في السريح كده. دي الاكلات اللي بتعملها بسرعة. ومغزية للاطفال وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاك وقت وتعملها على طول وتنزلهم تتفسحهم. كان معايا حوالي كيلو ونص من رز البسماتي منجوع نجحته من اول ما بدأت آآ من شوح الفراخ او من اول ما بدأت الوصفة بتاعتي. فاخد معايا حوالي يعني نص ساعة او ساعة لربع كده. لان الوراكل اللي عندي ما بتاخدش تسوية بتاخد نص ساعة او او ساعة لربع وتكون استويت معايا. حسب حجم الاوراكل معاك. هنا نزلت بكمية رز المعايا كان كيلو نص ونزلت عليهم بمية بتغلي. ولحد وجيهم لو لو عايزت ملح هتزاود ملح. لو ملحية مزبوط كده خلاص. فينك توابل الصحيحة. لكي بتديني النكهة بتكون ملعلاعة كده. هننزل عليهم بقى بخيط زيت بسيط كده عشان ياخدوا لهم بس من من تحت الشواية. وهننزل عليهم كمان بعصرة لمونة. ما صرت عليهم عصرة لمونة كده. معلش التصوير اللي كمان بيصورني يعني اه اه واحد معاك شوي. عصرة لمونة كده تديني طعم وتديني المزازة حلوة. جربوا اللمون كده وجربوا رشة الملح دي بتخلي الجل اللي برا ناشف كده ومجرمش كده. والزيت كمان بيدولي لون واللمون طعم حلو. هننفصل بس عشان الازال. خلصت اكلتنا وخلص فيديو بتاعنا بسرعة. اكلات سريعة طبعا زي ما قلت لكم للمصيف. هتعملوها آآ فكونوا في حلة واحدة كده في السريع. وهتخلص معاكم في مساعة تكون خالصة معاكم. آآ شايفين تشايفين المنظر. الفراخ الوحدة تفتح النفس. وكمان طبق السرطة الاخضر. وكمان الرز البسمتي اللي طعمه كان مال البيت. رب تكون الفيديو عجبكم. وروا عايزين فيديو جولة في آآ اما اكد ان احنا روحناها او المشتريات اللي احنا اشتريناها. آآ اكتبوا لي في التعليق وننزل لكم فيديو آآ في الجرات اللي احنا روحناها بحل. تنسوش لو عجبكم الفيديو ولايك للفيديو واشتراك للقناة. شوفكم على خير مع السلام.